مهلاً أيها العقلاء، هل فكرتم يوماً في إمكانية تهجين الخروف والخنزير؟ يبدو سؤالاً جنونياً، أليس كذلك؟ لكن دعونا نغوص في هذا العالم الغريب من الاحتمالات الخروف، هذا الكائن الهادئ والمسالم، يتميز بصوفه الناعم وطبيعته اللطيفة من ناحية أخرى، نجد الخنزير حيوان قوي، عنيد، يعيش في بيئات مختلفة، وله نظام غذائي متنوع الآن، هل يمكن لهذه الكائنات المختلفة تماماً أن تلتقي؟ علمياً، الجواب بسيط لا لماذا؟ لأن هناك اختلافاً جذرياً في الكروموسومات والتركيب الوراثي بينهما حتى لو حدثت الزوج، لن نرى أي جنين يتطور الطبيعة قد وضعت حدودها، وهذه الحدود ليست قابلة للكسر بهذه السهولة في النهاية، الخروف سيظل رمزاً للسلام، والخنزير سيبقى عنواناً للقوة فلتستمتعوا بجمال كل منهما دون الحاجة إلى مسجهما وإذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناة محمية كرم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد واضغطوا على لايك لدعمنا